كلنا تبعنا منتخب الوطني الأولمبي اللي أبهرنا جميعا في مباراة قوية جدا لأروع ولا أجمل ورفع رأسنا جميعا وقدر يفوز على منتخب أسبانيا بنتيجة 2-1 في آخر مبارياته بدور المجموعات بأولمبياد باريس 2024 بعد فوز منتخب رجوي على منتخب مالي بهدف نظيف حنواجه إن شاء الله منتخب رجوي في الدور ربع النهائي للبطول هاخد من كلامك ومش هقول بس رفع معنوياتنا هو رفع معنوياتنا ورفع سقف توقعاتنا ورفع طلباتنا كمان في الفترة الجاية تفاصيل لمباراة منتخبنا إمبارح وفرص منتخبنا الوطني الأولمبي في الدور الثاني في البطولة هنتكلم معها أو هنتكلم عليها مع إسلام علوي النقد الرياضي صباح الفل عليك يا إسلام أهلا وسهلا صباح الورد عليكم ومبسوطنا متواجد معي صباح الفل طيب إحنا مش عارفة إحنا ينفع نقول كده ولا أعلها وإحنا مفروض يعني بنودير الحوار مش بنقول تحايز بس إحنا مبسوطين طبعا كان مبارح كان حلو جدا اتفرجنا على كرة حلوة كل الناس اللي كانت زعلانة ميكالي ما بقتش زعلانة بالعكس بقت مبسوطة جدا تفاصيل كتير قوي ممكن تحكيها لنا عن إمبارح عايزة أقول أول حاجة الحمد لله رب العالمين يمكن قصرنا عقدة بالها كتير كمان إن احنا بنعمل رقم كياسي في ظل الأزمة النفسية اللي عند الناس بتقول فين منتخب مصر وفين الناس في الألعاب الأولمبية إحنا الأول مرة بنصعد مركز أول صحيح يعني دوت على مرة التاريخ يعني إحنا يمكن من رحم المعاناة كمان الناس معترضة ولكن ربنا ادنا أكتر ما إحنا كمان عايزين بنصعد مركز أول على حساب أسبانيا وقول مرة نكسب أسبانيا في تاريخ الأولمبية في التاريخ دايما كل اللقاءات مع أسبانيا كنا نبريد غلب فيه عودة شوية عودة الخواجة لكن الحمد لله تغلبنا عليها وفيه كمان أرقام كياسي قصرت إحنا يمكن في ست مرات اللي صعدنا فيهم قبل كده لعبنا 13 بطولة صعدنا كلهم كان مركز تاني أول مرة نصعد مركز أول على حساب كمان منتخب كبير زي المنتخب العزباني الحقيقة كان المشاعر عند نسمة لغباطة قبل البطولة هل إحنا رايحين لتمثيل مشرف بس كمان الأسامي مش كانت بالشكل الناس مدخلاء الناس كتعايز الصلاح فيه ناس كتب طالب مصطفى محمد فيه أسامي كتير فيه حالة كمان من التقسيم شوية من الأهلاء والزمالكاوي المنتخب كان راح في حياتة بعيدة كان عندنا مشاعر من الأحباط كل حاجات تغلبنا عليها لما شفنا فعلا منتخبنا يعني ممكن المرش الأولاني فعلا ما كانش أحسن حال قدر لعبينا بقى بالتركيبة المصرية اللي احنا عارفينها ان احنا وقت الجد بنظهر المعدن المصر الأصيل اللعيبة عادت مع بعضها بدا يتكلمه محمد النني صورة تانية خلص مغير عن محمد النني احنا عارفينه مش علشان قبل كده كان أقل لا يمكن تحملوا المسئولية بشرط القيادة اديته دوافع كبيرة جدا أن يوجه اللعيب ولا وخد فرصته الإعلام ابتدى يركز معي يعني برضو يمكن مش عارف بقى يا جوزي استخدام اللفظ هو كان underrated جدا في الإعلام في الفترة اللي فاتت يعني النني وأرسنل وعمره ما قال حاجة غير يعني أول ما بيتطلب بيكون موجود عمرنا ما سمعنا منه تصريح يمين ولا شوال يعني هو الراجل تمام التمام لكن ما كانش دايما ماخد فرصته في الإعلام أعتقد أنه لما تسلط عليه الدوق بان بقى المعدن بتاعنا ده في جمال نقطة أكبر من كده احنا دايما عندنا للأسف حتة عطفية شوية بنحب وبنقرأ دايما بنبص على بعض العيب نلاقي نفسنا ميللهم شوية نروح مثلا لصلاح خلاص أنا مركز مع صلاح بنقسم حتى لعبة المحترفة لا أنا حزبة صلاح أنا معرفش إيه محمد إنني واخد حتة بعيدة شوية يمكن الأضواء مش متسلط عليه بالشكل اللي هو يستحقه ورغم كده عنده هدوء نفسي وسلام نفسي بالمكان اللي هو فيها امبارح يعني إحنا اللي بتفرج على الماتش يقول إحنا كل المفروض نكسب أكتر من 2 و1 فيه فرص كتيرة جدا مؤكدة أربع شطات حتى من بره منطقة الثامنطاشر كانوا يعني ممكن نقول أهداف مؤكدة مزبوط إبراهيم عادل إمبارح اللي أحرز الهدف الأول والتاني وهدفين المباراة لمنتخب الأولمبي كان نجم وكان متقلق جدا شايف أداء إبراهيم عادل إزاي وكمان أداء المنتخب الهجومي لأنه فيه كده نفس هجومي شايفينه من أول لحظة من الماتش لأخر لحظة خلاني نقول أول حاجة المتشوات ده يعني تكسب ولا تلعب تلعب مع منتخب كبير جدا زي المنتخب الأزماني عنده لعبة كبيرة قبل الماتش الاستعراض اللي عمله المدير الفني الرجل سانتياجو بأنه هو يريح عشر نجوم من الصف الأساسي للمنتخب للعب وقدام منتخب دومونيكان وجمهورية دومونيكان يمكن المؤشرات ديت استفزت شوية ميكالي واستفزت لعبة منتخبنا الوطني أنه لازم نثبت برضو أنه إحنا موجودين وأنه تريوح للنجوم طبعا خلاني نقول أنه دايما في أزماني ومنتخبات الكبيرة ما عندهمش حاجة اسمها صف أول أوي وصف تاني لأنهما دايما ده قوام اسم قوام منتخب الأزماني لكن في فروق برضو من ناحية المشاركة اللعابة اللي إليها دور دايما في الملع منتخبنا مبارح يتعامل مع استراتيجية الأخطاء وده حاجة جديدة على فكرة في الكرة المصرية أننا ألعب على أخطاء المنتخبات الأوروبية دايما المنتخبات الأوروبية دايما قاعدة عندهم هما اللي بلعبوا لأخطاءنا بيبعندنا بعض الأخطاء الهفاوات الدفاعية الحاجات اللي زي كده بيركزوا عليها على الاعتبار أننا يمكن شوية أقل خبرة منهم لكن الجديد عندنا أننا نتصيد أخطاء منتخب أزمانيا مبارح أنا شفت ارتباك دفاع أزمانيا في الهدف الثاني بيرجعوا الكرة بالهد وبعد كده جاي اللعب يبصيها عندنا برشور كوي جدا عندنا ضغط اللعابة عندنا مصدقة أنها تقدر أنها تغلط أزمانيا بعد جون التاني منتخب أزمانيا بيحاول يعمل بيحاول أنه يرجع تاني مش مدينه منتخب مصر المساحة أنا شفت بعد الجون التاني مفترض في حاجة اسمها انتفاضة الأزماني المتادور الأزماني مش قادر يرجع صحيح والكرة دايما معنا إحنا حتى بعد جون التاني استحواز أكتر لنا في كل أرجاء الملعب في ارتباك عندهم كامل جدا في كل مكان المتش يتقسم لثلاث أجزاء يمكن الجوزء الأولاني كنفير تباك عندنا شوية إحنا هنقدر ولا لا السؤال ده اللعبة كابت تقوم نفسها في الملعب أنا قادر أن أنا أقف قدام منتخب أزماني ولا لا ده الجوزء الأولاني المنتخب الأزماني لما استلم كرة وبدأ يبقى كرة معاه لعبين في خط الظهر كمان أنا بحايل حياة عمر فايد واتمناله إن شاء الله عودة حميدة ويرجع كامل الإصابة حسام عبد المجيد حمز علاء التوجيهات اللعيبة كلها دور الكابتانو لأيم بي محمد النني في توجيه اللعيبة ده الجوزء الأولاني في أننا بنلعب زون دي فنس خايفين شوية خاننا نعترف من قوة واسم المنتخب الأزماني لحد المنتخب الأزماني بدأ يضغط بدأنا نصدق لا إحنا نقدر لما سدقنا أننا نقدر بدأت لعبة منتخبنا تحط الكرة تحت رجليها زيزو بدأ يقوم بالدور الطبيع رغم حملة هجوم كبيرة برضو عزيزو معرفش إيه الحياة سببها أنا عايز أتكلم معاك في النقطة زيزو يمكن خروجه في الموتش اللي فات ما كانش بأحسن شكله والناس ما كانش مبسوطة قوي منه يمكن بقى كان عنده مش عارف أقول إيه تشوق للملعب أو غل ملعبي استفزاز هو نازل مشحون ونازل أنا حاكل النجيلة دي وحسبت نفسي كويس قوي وكل اللي هجمني أنا هوقفه يمكن ميكالي عارف يستفيد من ده جدا طبعا أحمد سائز زيزو من أفضل عامة الموجودة في مصر أهلاء وزمالكاء وبيحبه لكن هوا دايما إحنا عندنا زي ما قلت لحضرتك فيه مشكلة شوية إن إحنا بنخون اللعيبة دات عندنا الأسف في حتة لا ده هو خايف من الإصابة لا ده اللي هوا مش بيطلع حسنا عندها الناس على فكرة حتى اللي بيهاجموا زيزو متأكدين أن عنده الإمكانيات لكن هما دايما إحنا عندنا النقطة ده حتى مع صلاح هو اللعيبة بتطلع أقوى طاقة من عندها واللي هما بيستهتروا هي اللعيبة عايزة تلعب واللي هي معندهاش الرغبة ده الاستفزاز اللي وصل لزيزو بس ساعد بيبقى في اللعيبة مش عايزة معندهاش الرغبة فعلا طبعا ده موجود في عارف الكرة لكن في أسامي أنا مقدرش أروح للزوم بتاعتهم يعني أنا مثلا لما جا رائب أحمد سيزو في معاناتنا لزمالك في الدوري بشكل عاجل يعني لأن الراجل اللي واقف هو أكتر لعب محق أرقام معنا دي لما جا بص على أداءه مع منتخب مصر في وجود صلاح ووجود أسامي كبيرة لأنه برضو بيعافر وبيحاول كل دور فأحمد سيزو من اللعيبة برضو نفس القصة برضو زي محمد أنني بيتم تصليط الدوق عليهم أن أنا عايز أقوى ما عندك وعايز أحسن ما عندك ده أعتقد نقد بناء زيزو استغل ده بشكل كويس عمل أسست تحفة فيه إنقار لزات كبير جدا لو حرك برضو تشوف الكورة جاي على عدلة زيزو يقدر يشوت لأ قاله تفضل أنت هو قال كده مبارح اشتغل بيها بعد النبارة قال كده في المؤتمر الصحفي قال أنا بصيت لقيت العدلة بتاعتي مختلفة ويهي بصيتها ومخصوص لأحمد إبراهيم مع الزمالك على فكرة زيزو الكوردي هو بيحبها جدا عدلة الجون وجايله على زاوية على سن رجل اليمين كمان يقدر يوديها في زاوية البعيدة هو بيحب الحاجات دي لكن هو فيها إنقر لزياته وبص لمح إبراهيم عدل موجود قاله تفضل أنت وده كان فيها توفيق عشان كده ربنا الدانا خط الهجوم كان قوي جدا خط الدفاع كمان ما ننساش حراسة المرمى حمزة علاء عامل يعني مطش هايل واحنا بقى نقدر نقول كده بقى لنا فترة عندنا مدرسة مصرية في حراسة المرمى عندنا أسماء كبيرة جدا وأجيال جديدة حمزة علاء كان نجم من نجوم المباراة بارح طبعا حمزة علاء الدور اللي كان آي من بيت حس أنه لعيب لا مش حاجة وعشرين حاجة وثلاثين سنة موجود بيتكلم مع حسام عبد المجيد لا أبقى مصدقها لا أبقى مصدقنا هو حرس كويس حمزة علاء كمان كان بيقوم بدور توجيهي لخط الظهر بتاعه كان يمكن حتى لما ندل محمد طارق بدل بسبب إصابة عمر فايد وبدأ يتكلم محمد طارق حمزة علاء يكلم لعيب لأن فوق لأن ركز العمر قريبة جدا لكن هو ده دور القائد فيه لعيب قائد بالفطرة وفيه لعيب عنده مقاومات إنه يكلم زميله المهمة مش إنه يتكلم المهم إن اللعيبة تصدقه إن زميله يحس إنه عنده حاجة يقدر يقولها فعلا وعنده إمكانيات قادر يقدر يوجه يقدر يوجه وكون عند قناعة فعلا إن كلامك صح ففيه لعيب ممكن يعرض لعيب اللعيبة اللي ما مش مقتنع بيه لأنه هو كلامك وتوجهتك مش منطقية لكن حمزة علاء كان بيواجه مين ده كان بيكلم محمد النيني ده نادة حسام عبد المجيد ومحمد النيني وقال لهم الوقفة هنا وهنا وهنا وهم قالوا له تمام ومسدقينه فهو حرص عنده إمكانيات كبيرة جدا والحقيقة اللعبة كلها حتى باللي نزله بودلة حتى بالأساسيين الأجواء كلها جميلة جدا وإحنا الحقيقة في ساعدة كبيرة جدا نعكل لها عندنا فخر كبير بأن الحمد لله منتخبنا نقدر أنه يكسر عقدة أول حاجة مع المنتخبات الأوروبية تاني حاجة يدينا ثقة احنا كشعب مصري في منتخبنا اللي الحتة دي غايب ولا فترة حتى مع المنتخب الأول ترجع صورة التشجيع المصر الأصيل مرة تانية ونرجع نصدق نفسينا لأن حتة نصدق نفسينا دي عندنا حتة للأسف يعني فوق دمبع في الثقة شوية في ناحية المنتخب الأول الأول يمكن كانت الناس لسه برضو مش ملمومة حوالين المنتخب الأولمبي كانت مش حاسة أنهي الفرقة دي أو مش عارفة ناس كتير منها يعني ناس كتير منهم بقالهم فترة رجلهم مش في الملعب فكانوا حاسين أن الموضوع ممكن يكون بعيد ميكالي جايب شباب مواليد 2001 و2003 يعني الكبير فيهم يعني في السن مشاركوش قبل كده فإحنا شايفين واحد عنده القدرة على بناء فرقة وعلى وضع ستايل هو مش واخد لعيبة جازة هو واخد لعيبة كمان كانت قاعدة أغلبها في دكاك البودلاء وخدهم وقعاد باكتشافهم ووظفهم هم نتكلم على واحد واخد مدالية زهبية مع منتخب برازيل في 2016 فبنتكلم على واحد عنده تاريخ فانا ما تكلم على ميكالي يتكلم على واحد قوي جدا عنده إمكانات كبيرة جدا قدر أنه مع منتخب كبير جدا يفوز معاه بمدالية بنتكلم على أسامي فعلا إحنا ما كناش نعرفها بكده يعني نتكلم أنا عن نفسي يعني بلال ماذر عبر رحمن أنا اتفاجئت به ابن الكابتل الكبير طبعا ماذر عبر رحمن ولكن إحنا ما كناش مسلطين الضوء عليه بشكل كبير والإعلام عندنا ما كانش متابعه بشكل كبير مكالي مين اللي تابعه أكيد أن في ناس مسؤولة برضو فيه أكيد محللين فيه فريق سكاوتينج فيه ناس عملت مجود كبير جدا للمنتخب الأولينبي عشان تتابع العبال محترفة نتكلم على العمر فايد مين اللي تتابعه الراجل دوت يعني هما اكتشفوا لنا وجوه مصرية جميلة جدا وحسنا عند المجيد والدفاع حتى كمان خط الدفاع بالظبط جد محمد طارق زي أن أنا محمد طارق تم تعرضه لهجوم كبير جدا من جمهور الزمالك زي أن أنا حطه في المنتخب الأوليمبي ونزله قدام أسبانيا جميل وكمان تمركزات اللعيبة حط كل واحد في مكانه نص الملعب وحمد نبي لك نحن نطمعنا خلاص بقى مبارح كلها فرحة كده مصرين كلنا كسبنا أسبانيا حاجة قوية جدا كلنا طمعانين إن إحنا ممكن لا ممكن نعملها الرجالة دي قادرة إنها ترجع إن شاء الله رب بميدالية دهبية في كرة القادر فرصنا الفترة اللي جاية أمام براجوي هل ميكالي حيعيد النظر في تكتيكات اللعب مع براجوي فرص إن إحنا نتخطاها ونصل للنهاية لازم نصدق نفسينا أنا محترامي كبير لدور ميكالي الرغبة من الأساس بتيجي من الشخص نفسه إحنا لازم يكون عندنا نتقل برقانية قوية جدا اللي عندنا دي تفضل مستمرة شوفت السيد الوزير أشرف صبحي في مشاعره كبيرة جدا مع البعثة بساعدته كبيرة وأنه قوله مصر هي دي إنت لازم تقول مصر إنت لازم تكون مؤمن بتشير تناديك بتشير ته منتخبك إنسى النادي بقى خلص طالع لجنب خليه في الدوري تشير ته المنتخب لوجو مصر لازم يكون كبير ولازم يفضل يهز في العيبة لازم الجمهور كمان يصق فيهم لازم إحنا يعني خلاص نهلع على الضغط ونطلع على الألوان هي لازم تكون حالة ملحمية عشان نقدر نوصل للهدف الحركة بتتكلم على اليدها الحالة دي هي أن العيبة منتخبنا الوطني بنا قدمين بيتابعوا سوشيال ميديا وبيتابعوا ردود أفعال إحنا لازم كلنا نكون محوطنهم ونقول لهم سدقوا نفسيكم فأول حاجة هي طبعا مكال لعام الخبر أنا خايف من النقطة دي إن اللعيبة برضو بيتابعوا سوشيال ميديا ونبتدي بقى في مرحلة نسقف جامد جدا نسقف جامد جدا أنا خايف الموضوع يخرج على السيطرة لأن أنا سمعت كمان قراء كتير عما لا تقول كابتر حسين الحسن ليه مش عينه على إنه هو يضم كم حد من دول يبقى في المنتخب الأساسي وفي المنتخب الكبير أنا حاسة إنه ممكن يحصل نوم الأنواع التشديد برضا دي وجهة نظر لكن الوجهة نظر خلينا إحنا بنتكلم في حاجة ورد إنها تحصل أو لمش ورد هي لعبة منتخب مصر بيتابع السوشيال ميديا خلينا أصل إحنا ما ينفعش نحط المغر في الرمض طبع بيتابعو بدليل إن أحمد سيزيزو بعد الضغط اللي حصل لنزل على إنستجرام إن حالة بيعبر بيها فرصت بحب برجوي سريعا هنعدي برجوي أوكي هنعدي طبعا نقدر تعدي إن ميكالي أول حاجة يشتغل بنفس التشكيل الموجود لعبة منتخبنا الوطني تشتغل عن نفسها هنصدق نفسينا وتكون حالة ملحامية نقدر إن إحنا نفوز بها شكرك إسلام علوي الناقد الرياضي نورتانا وشرفتانا ربنا خليك أنا كنت سعيد متوجب ما حضراتكم أهلا وسأل